أمر رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي باعتقال المحتجين من أتباع الطيار الصدري الذين قاموا باقتحام مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء وقال العبادي بأن أولئك الذين دمروا الممتلكات أو هاجموا أفراد الشرطة يجب أن يتم تقديمهم إلى المحاكمة هذا وكان الآلاف من المتظاهرين التابعين للطيار الصدري قد اقتحموا يوم أمس السبت المنطقة الخضراء التي تعد أشد المناطق تحصينا في العاصمة العراقية بغداد هذا واقتحم المئات منهم مبنى البرلمان وعمدوا إلى العبث بمحتوياته قائلين بأن ذلك جاء ردا منهم على فشل نواب البرلمان مجددا في إقرار تعديلات الوزرية من جاهته دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الرئاسات الثلاثة والقيادات السياسية إلى الشماع عاجل اليوم الأحد وذلك من أجل مناقشة أحداث اقتحام مبنى مجلس النواب والسبول الكفيرة بتنفيذ عاجل للتعديلات المقررة تفاصيل أخرى في تقرير هشام الزواوي يواصل اليوم الأحد آلاف المتظاهرين التجمع في المنطقة الخضراء بالعراق غدا تتمكن من اقتحامها يوم أمس السبت بعد إزالة بعد الحواجز الإسمنتية ليسيطروا بعد ذلك ولعدة ساعات على مبنى مجلس النواب ومع انسحابهم من المبنى واحتمال حدوث تصعيد أكبر بعد إزالتهم لبعض الحواجز الإسمنتية فإنه لا يزال الآلاف منهم باقين اليوم في ساحات الاحتفالات الرسمية وسط البنطقة الخضراء في الوقت نفسه أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه أصدر اليوم الأحد أمرا بملاحقة الذين خرقوا القانون من بين المتظاهرين وكان المتظاهرون الغاضبون قد أخلوا مقر البرلمان العراقي وذلك بعد دعوة وجهها مقتد الصدر لأتباعه بالخروج من مقر البرلمان ونصب الخيام خارجه وردا على اقتحام المنطقة الخضراء أفاد مسؤول أمني بأنه تم إغلاق جميع مداخل العاصمة العراقية بغداد كإجراء احترازي للحفاظ على الأمن كما قام الجيش العراقي بإرسال قوات خاصة مزودة بعربات مدرعة إلى المنطقة الخضراء لتأمين البواقع الحساسة لكن دون أن يتم فرض حظر للتجول وأمام الحشود الغاضبة أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لمنع مزيد من المحتجين من دخول المنطقة الخضراء وقالت مصادر بمكتب الصدر بأن القوات الخاصة وقوات الحرس الرئاسي حاولت منع المحتجين من عبور جسر قريب من مجمع الصفارة الأمريكية رابعا سألجأ إلى الاعتكاف في هذين الشهرين إعلانا عن الرفض الكامل لأي نوع من أنواع المحاصصة ورفضا لعودة الفساد والمفسدين كما أعلن مقتد الصدر أحد أهم رؤوس الفساد في العراق والمعروف بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل طارة وللسخرية طارة أخرى أعلن عن اعتزاله للحياة العامة لمدة شهرين مضيفا بأنه ينتظر انتفاضة شعبية عظيمة وثورة كبرى لوقف ما أسماه بزحف الفساد وفي ردود الفعل الدولية أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي اقتحام البرلمان العراقي محذرة من الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد من جانبها أعربت واشنطن عن قلقها من أن تتمكن تلك الأحداث من إلهاء السلطات عن التصدي لتنظيم داعش البكري والذي في نظرها يشكل التهديد الفعلي للعراقيين هشام الزواوي لخدمة فدك الإخبارية